السلام عليكم ومرحبا بكم إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى آخر سوف ترى معي في ديليس ديواليد وصفة طبق سهل ويأتي بنين بزاف ويؤلم كما رمضان كما تكون عندكم عرضة وصورته فيه واحد المكون اللي رح يأتي بالك شوية بيزار بالسهر رح يأتي بزاف بنين وما يبنش كامل في الوصفة هادية سنرى هذا المكون دوكا مع المقادر ونبدأون نرى ماذا نسحقه كامل في الوصفات هنا عندي كميات الجج اللي يكون عاشي تحبو تستعملوا نص در تحبو تستعملوا على حسب شحل تكونوا في الدر وماذا حبيتو ونروحوا المكون اللي قتلكم عليه اللي بالك قم يجيكم شوية بيزار اللي هو الكورنبيت هنا وش درت كان عندي شوية كورنبيت مغلي يعني كنت استعملته وغليته من قبل واستعملت نصه وقلت لي شوية منه مغلي هاكدك رحيته في الفلاش وارا كي ما راكم تشوفه جاي شغول بيوري هادا كوال كورنبيت مرحي كي ما راكم تشوفه ودرت ثاني كحبة بصال صغيرة مقطعها في الرقيق وشوية مع الدنوس مقطع ثاني باكد تقوله باكد ما يجيش بلينو لا فريمو يعني ما يبانش النسلين ما تحبش الكورنبيت تسيي هادا الوصفة ما يبانش كامل باللي كاين كورنبيت في هادا الوصفة درت ثاني كشوية تعمو طارد اختياري تحبو تديروها تحبو لالا درت شوية تعمو ملح فلفل كحل و الكوركم ديرو تانيك الكوركم حيطلق بنا هايلا في هادا الصباعة هادو ما اللي راح نديرهم و تانيك شوية توم بودرا انا دايما نحب نزيد توم بودرا ولو تسكرفجو شوية تاعد توم يعني سنينة تاعد توم سكرفجوها معاهم هادو هما المكونات تاعد الصباعة اللي راح نديرهم في الطابق دعنا ما راح ندير البيد هنا ايا ما زحقوش البيد نعجن بيا هاد المكونات الكامل اللي يدرتهم كي ماشتونا درت شوية تاعد كورنبيت وكترت ملجاج بس كورنبيت كان عندي غير شوية اينا انتم ما تقدروا تديروا نفس الكميات تاعد الكورنبيت نفسها تديروها اينا كي كان عندي شوية برك لي محبش اللي زدت يعني في الكميات تاعد جاج باش جيني يعني ايه كميات ملاحة لبس باها دو كان هادلي عادي هاد لها فارس هادية تكون شوية جارية درت لها دانيك شوية تاعد لنزيد لها شوية تاعد شابلو حتى ونحسوها باللي راه متماسكا وما تعينش بزاف الخدمات احا وعندما تكون الأشاب الليل ستضغط صبعاتنا هذه المباشرة لنحكم بشكل قليل على الزيت ونضغط بالزيت لنشكل في الصبعات وليس يجب أن نقوم بشكل صبعات أنا أحبت نقوم بشكل صبعات ولكن إذا أحبتم بشكل صبعات تخضعوا بشكل صبعات تحبوا بشكل صبعات أو بشكل صبعات وكما تعلمتهم نقوم بشكل صبعات يعني مع هاد الكمية اللي درتاع يخرجوا لي كمية لباس بها كما قلت لكم يعني تقدروا تديروا نص الكمية تاع كرامبت ونص الكمية تاع الجاج حاكدك هيكون بلاء اقتصادي كتر وفاش مليح هاد الوصفة تانيك يعني مليح الدراري اللي ما يحبوش يأكله فاس نعرف بزاف دراري ما يحبوش يأكل الكرامبت أنواع تاع الخضراء بزاف ما يحبوهاش بهاد الوصفة ما عاش يحسوا كامل الكرامبت هما يقولوا بالك هاد الاصبيعات تاع الجاج باركتالمون يعني يكون تاع الجاج يكون طاغي على الكرامبت اثنا ما يبانوا لهم شو راح يأكلوهم بالكم وهما يعني فيهم الكرامبت الداخل شوفوا بعد مشكلة صبعات توعية راح نجيب الفارينة ورح نجوز هاد الصبعات توعية في الفارينة باش هم بعدها نقليهم بلا ما ندلهم لابانير هاديك والاشابلير والاخر استعملنا لاشابلير الداخل ومن الفوق راح نرمضهم غير في شوية عفارينة نجوز الصبعات توعية كامل في الفارينة باش هم بعد راح نروحون بدون نقليب فيها هنا كنترت المقلاة تاعي فوق النار على نار تكون نقصة مشي كامل زايدة غير شوية على النقصة كامل وعمرتها بالزيت ورح وصخنت الزيت بيانسور ودوكا نحط صبعات توعية في هاد الزيت راح نخليهم يتقلون بعقلهم ما لازمش نزيدون النار لازم يتقلون بعقلهم بعقلهم باش يطيبون بيان الداخل بس كون بعد ما رحش يعني نحطهم فلاسوس يزدوا يطيبون راح نسقوهم فلاسوس تاعهم نخليهم يطيبوا بعقلهم حتوين يدوها التحمير هادية الشابة هادية راح نحيوهم ونحطهم في الفابيا بصوربون ونكمل نقلي كامل الكمية تاع الصبعات اللي قعدوا لي كملت قليت صبعات توعية ورح نروح نوجدو الغصص اللي راح نسقيوها مع هادوك الصبعات حكمت نجلاتها احطيتها فوقنا ندلها الزيت ورح ندلها شوية عزمن باش يمدلنا البنة وعلى بلكم يعني في اللي بلاد ومالي يكونوا في يوم المرقة انا دوجور بش يعني انا كامل اللي زال جانيه ولا تعزمان يحبوا يديروا اسمن باش يدلنا شوية تعليده ويتلقنا ثانيك البنة هنا عندي حبة تاع البصل وحده اخرى اللي كنت رحيتها في فلاشوار تحبوا تسكر في جوها تقدروا تسكر في جوها نحطها في ذاك الزيت مع الاسمن اللي درتها ونقليها على نار قليلة حتى ويني تبدلوا انتعها وتدبال لهاد الحبة تاع البصل ومبعد هنا راح نجي ندير الحميصة الحميصة اللي تكونوا سواء يعني طيبتوها النصطياب ولا ولا ما تكونش طيبة راح اطول لكم يعني انا توجور الحميصة عمر ما نشمخها نطيبها في نصطياب باش هكذاك كنت ديرها في المرقة يعني نجي نطيبها ما نطوليش بزاف في الطياب ما من داك كنت دير زعمها مرقة يتكون فيها الحم الحميصة نرميها مع الاخر شغل نخلي لها حتى خمس دقائق تاع طياب بارك هكذاك باش مددناش بزاف الوقت يعني الحميدي الوقت في الطياب تاعه والحميصة نديرها مع الاخر هانا الاسوسة راح نديرها بلا الحم بلا جاج باسك استعملنا الجاج في الاخر ما تقدروا اذا حبيتوا يعني تزيدوا فيها تديروا دي مورسو تاع الجاج تقدروا تديرهم مع اللول مع البصل نمر رقضوك على البصل هاداك والحميصة ندير حسابي يعني شحال عندي الصباعة هادوك نمر رقصهم وراح نجي ننتبه لها المرقة تاعي نديرها الملح لشوية تاع قرفها وشوية تاع فلفل كما قلت لكم قرفها فلفل وراح ندير واحد مكعب تاع مرقة الدجاج اذا حبيتوا تاع الحم ديروا تاع الحم واذا ما حبيتوش تستعملوا هاد المكعب بانصر تقدر تستغنعوا عليها فلفل وراح نخلي لاصوس تاعي تغلي شوية واحد خمس دقائق هاداك بس كل حميصة تاعي كما قلت لكم طيبة نص طيب تمتم رح تزيد الطيب ما تطولش بساف وتاني كما عنديش الحم ولا جاجة باش تطول لي لاصوس قسمات الطيب وتختار شوية رح ندير لها هنا رح ندير لها انا رح ندير لها انا رح ندير لها بفنجان تاع كرام فراش اذا حبيتو تعقدوها بالطريقة تاع الزمان بتاع حبها بيد مع شوية قارس شوية معدنوس وشوية من المرقة هادية لطريقة اللي لدرناها تقدروا تديروا هاديك طريقة انا كانت عندي لها كرام فراش زيستها مع الاخر باش نعقد بيها اللاصوس تاعي ورح نخليها تغلي تانيك شوية واحد زوج تلقائق هاداك باش تعقدنا اللاصوس هادي بعد ما طابت لي اللاصوس وصباعة بيانسوا لكل نقليناهم جب التبسي هناي رح نسقي فيها الطابق تاعي نستف هادا يعني نستفدو كصباعة هادا ضايرين كامل فاتك تبسي وفي الوسط ندير للمرقة تاعي حبيت انحيانا الحميصة هي اللي نحطها في الوسط بيانسوا للمرقة تاعكم بس كالناس اللي ما تحبش اللي ما تحبش اللي ما تحبش اللي ما تحبش اللي ما عنديش بروبلام تقدروا تديروا قبل يعني ما تديروا الحميصة صفوا للمرقة تاعكم من هاداك البصل وحطيت البصل الحميصة كما شتوا في الوسط وسقيت المرقة تانيك وراح ندير رشات عمعد نوز من الفوق هاوليك طابق كما راكم تشوفوا فيه ديش يعني الشكل تاعوي شاهي والبرناماء نحكي لكم شي جي بزاف بنانهايل نتمنى تجربوه إذا عجبتكم نصفه لا تنسوا تديروا النجام تابوني وتفعلوا الجرس باش لحقوكم الوصفة التوعي تدخلوا في صندوق الوصف تلقاوا لانستغرام والقروف فيسبوك والغرب فيسبوك تاعي تدخلوا فيهم وابوني وهكذا باش يلحق لكم الجديد وما اذا حبيتوا تشوفوا اللي فيديو تاعيو لليروس التوعي فيهم دقيقة معني ما يكونوا شطوال بزاف تلقاوهم التم لانستغرام وفلاباش فيسبوك تاعي لحقنا لنهاية الفيديو بقالنا نقول لكم انتهى الله في رواحكم اثناء الوصفة تلقاوا ان شاء الله وتبقوا على الاخرى اشتركوا في القناة